اعلان البحرين اليوم اكدت تمسك بضمان حرية الملاحة في البحر الاحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي وادان كذلك اعلان البحرين التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية وشدد على رفض اي دعم للجماعة المسلحة او الميليشيات التي تتبع او تنفذ اجندات خارجية تتعرض مع مصالح الدول العربية وفي ذات السياق اكد ولي العهد السعودي لامير محمد بن سلمان قلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعاقدة في البحرين اكد ان موقف المملكة يؤكد اهمية الحفاظ على امن منطقة البحر الاحمر داعيا في سياق حديثه ايضا الى وقف اي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية وتؤكد مملكة اهمية المحافظة على امن منطقة البحر الاحمر وان حرية الملاحة فيه تعد مطلبا دوليا يتعلق بمصالح عالم اجمع وندعو الى ضرورة توقف عن اي نشاط تؤثر على امن وسلامة الملاحة البحرية لنقاش في هذا السياق من الرياض ورحب المحللة السياسية الاستاذ منيف عن ماشا الحربي مرحبا بك استاذ منيف امن البحر الاحمر والملاحة جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي جملة قوية ولكن ما هي الادوات حينما يقال الامن يعني من المعروف اي دولة او اي مجاميع اقليمية كالجامعة العربية والدول حينما تقول ان هذا في اطار امن القومي بمعنى انه قط احمر ومخول لان افعلي شيء للدفاع عنه او حمايته سعد الدين خل نفصل بين امرين مهمين يعني وردت انه الامن المائي هو جزء من الامن القومي العربي في موضوع سد النهضة لانه في موضوع مصر والسودان البحر الاحمر لو تعود لكلمة ولي العهد قال الحفاظ على امن منطقة البحر الاحمر وانه حرية الملاحة مطلوب دولي هناك البحر الاحمر الان في اخر دراسات تشير انه اصبح اقرب الى المحيط اكثر من كونه بحر فهذه مياه دولية المياه الدولية تاريخيا تسمى global public goods هذه مسؤولية دولية يعني الدول تحمي مياه الاقليمية المنطقة الاقتصادية ولكن المياه الدولية هذه مسؤولية دولية ليست مسؤولة دولة بعينها لانها هذه حتى في اتفاقيات حتى لو نعود الى قونن البحار نتكلم عن المضايق وكان يحدد عشر مضايق حرية الملاحة فيها فخلنفصل بين امرين مهمين لانه البيان العربي واضح الى ايد الحدود ايضا لاحظ انه هناك في يعني انا بد اتطرق للنقطة التي بدأت تشرح فيها انت مسألت المياه الاقليمية لكن ماذا عن مصطلح الدول المتشاطئة والتي تتضرر من اي تحرك يمس صحيح المياه الدولية الاقليمية في شاطئها في مشاركات دولية يعني البحر الاحمر هناك قوة تسمى القوة 153 وهذه قوة تم تشكيلها لحماية البحر الاحمر ايضا هناك ثلاث قوة تشكلت في ظل الازمات السابقة خاصة في موضوع مضيق هرمز تشكلت ثلاث قوة مشاركة دولية هي القوة 39 و 59 و 99 اللي تعني بالبحر وبالجو وبالبر الدول المشاطئة تعرف الى اين تحمي مياه الاقليمية ولكن الذهاب الى المياه الدولية عب على الدول الاقليمية في هذا الامر لانه حرية الملاحة ليست فقط تخص دول المنطقة حرية الملاحة رأينا ماذا حدث في البحر الاحمر رأينا انها تسببت ازمة عالمية وليس الموضوع مضيق باب المندب كانت ازمة عالمية ايضا في موضوع حرمز عندما كانت هناك تهديدات باقفال مضيق حرمز فهناك مياه دولية هذه مسؤولية دولية وعلى المجتمع الدولي ان يقوم بها نعرف انه هذه من المسؤوليات المهمة قد يكون في بعض الدول الدول العظمية الدول العظمى لا تريد القيام بهذا الدورة كي يجبها لانه هذا جزء من المشاركة العالمية نعم وهنا نقطة جيدة ودعا يعني اتطرق فيها الى كيف يمكن فك الاشتباك في الفهم من الادانة لهذه العمليات والدعوة لصون الملاحة البحرية وانها من ضمن الخطوط الحمراء في إطار الاستراتيجية الكبرى للأمن القومي لهذه الدول ومسألة الإحجام على المشاركة في أي تحالفات نشهدها الآن تحتاج هذه النقطة عند المشاهد ربما لكيفية قراءاتها بالشكل الصحيح بالعودة إلى البيان ماذا قال البيان أستاذ سعد الدين قال الميليشيات والجماعات المسلحة لو كان هناك إرادة سياسية دولية لمنع وجود الميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة لما وصل المجتمع الدول لهذا الأمر وهمية الحفاظ على الدول الوطنية العربية هذه الميليشيات من أين أتت هناك ميليشيات الحوثي في اليمن هناك في لبنان حزب الله هناك في العراق العديد من الفصائل الآن في أفريقا بدت تنتشر أيضا الجماعات المسلحة العودة إلى أن يكون هناك جه الدول بمساعدة الدول العربية في الحفاظ على الدول الوطنية أخطر ما يعاني منه العالم العربي أن تصبح الميليشيات والجماعات المسلحة هي صاحبة القرار السياسي رأينا ماذا يحدث عندما نعود إلى موضوع غزة لو كان حماس جزو من منظمة التحرير الفلسطينية لم يوصلنا لهذا الأمر فبالتالي أعتقد أن المسار الحقيقي هو الحفاظ على الدول الوطنية في السودان يجب الحفاظ على الدولة الوطنية السودانية وعدم دعم أي ميليشيات خاصة مثلا للسودان لديها تسع فصائل مسلحة العودة إلى الدول الوطنية وثبت أن منطقة الشرق أوسط منطقة حيوية إذا أخذنا المبدأ لهيقلي روح العالم فأن الشرق أوسط روح الحالم ما يحدث في الشرق العوسط يؤثر على أمريكا وأوروبا لننظر ماذا حدث في غزة أصبحت أزمة داخلية أمريكية بسبب المظاهرات في المدين وقد تؤثر بشكل أو بآخر في الانتخابات الرئاسية القادمة في أمريكا فبالتالي يجب الحفاظ على الدول الوطنية ومساعدة الدول العربية في هذا المسار من الرياضة المحلل السياسية الأستاذ مليف عماش الحرب أشكر لك كل هذه الإفادات والقراءة ترجمة نانسي قنقر